كارثة تعصف بالبلاد والعباد انهيار الوضع المعيشي والمجاعة تطرق الأبواب وحكومة ميليشيا أسد تأخذ الأهالي رهائن وتقودهم للتهلكة لمساومة الخارج وبينهم العرب على بقائها في الحكم مستقوية بإيران إعلان حرب جديدة بعد أن كان رئيس عصابة المخدرات بشار أسد أكد في العام 2019 نهايتها وانتصاره على ما أسماه الإرهاب يعود اليوم ليؤكد استمرار الحرب ويكلف أحد أفراد عائلته ومساعده بزعامة منظمة تهريب الكيبتاجون وسيم أسد بتأكيد أن الحرب لم تتوقف وبتهديد الأهالي وعمل قاتل وما وقفنا ختال والله عيب عليكم لا ترجعونا لورا لا ترجعونا لورا يعني حاجتنا تعبنا وتعبت الدولة وتعب روحوا على الدول العربية ناجدوها تفتح علاقاتها تجي تساعد ويطلب من رئيس حكومته إبلاغ الأهالي من خلال ما يسمى بمجلس الشعب أن الحرب مستمرة والاقتصاد هو الآن اقتصاد حرب ولكن على من هذه الحرب؟ على الناس وحاضنته التي بدأت بالتململ أولا بسبب عدم قدرته على الانتقال من اقتصاد الحرب إلى ما بعده بعد أن اتخذ القتل والتدمير منهجا وثانيا على العرب خصوصا لمواجهة الشروط التي وضعوها وبينها الحل السياسي وملفال كيبتاجون واللاجئين والعلاقة مع إيران وتشكيل لجنة متابعة وتواصل والتصال وفي رسالة شديدة الوضوح في توقيتها ودعما للنظام في إعلانه الحرب أرسلت إيران قائد ميليشا فيلق القدس إسماعيل قاني إلى سوريا ليعلن خلال تفقده الجبهات أن أعداء إيران وسوريا يعرفون جيدا أن المبادرة في المنطقة بيد محور المقاومة وهي رسالة لحاضنة الأسد وللعرب أيضا يبدو أن العرب سيتوقفون عن المضي في السير نحو الأسد ودعمه لاستمراره بتحديهم واستقوائه بإيران وتعزيز نفوذها خاصة أن مبادرتهم مدعومة من الولايات المتحدة التي تصاعد ضد إيران وروسيا في سوريا الأخبار المتلاحقة تلمح بفشل المبادرة فالسعودية أوقفت أعمال ترميم السفارة السعودية بدمشق وحركات النظام الاستعراضية التي ادعى فيها ملاحقة تجار الكيبتاجون على الحدود مع الأردن مكشوفة للعربي ولن تنطلي على أحد مع استمراره بتهريب المخدرات بالمقابل فإن إيران لا تستطيع دعم اقتصاد النظام بحكم أزمتها الاقتصادية وبهذا يكون أغلق ما تبقى من أمل للسوريين في مناطق سيطرته فيما يتعلق بالمسار العربي نهاية الحروب عبر التاريخ إما اتفاقات سلام أو حرب أهلية أكثر كارثية من سابقتها وهذا ما تقود حكومة ميليشيا أسد البلاد إليه بدعم من إيران التي لا تملك أي مشروع سلمي بل تعتاش على الدمار والخراب لإفقار البلاد أكثر وتغللها بالتالي عقائديا والأهالي لن يستمروا طويلا صامتين فمؤامرات العصابة الحاكمة كانت تمر قبل سنوات أما الآن فإن الأصوات بدأت تتعالى لأن الشعارات والخطابة لا يمكن أن تؤمن الكهرباء والماء أو رغيف خبز للجائعين